زي ما ذكرنا أنه جثمين الشهداء كتير جداً في المستشفيات وأن التلاجات الموتة مش قادرة تستوعب هذه الأعداد الكبيرة فنتيجة لده في جثمين الشهداء ملقى للأسف على الأرض وفي خارج المستشفى في انتظار دورها في الدفن أو حتى في بعض الأوقات بيكون في قصف الجنازات فعشان كده بيأخروا الدفن هل وجود هذه الجثث الشهداء في هذه الحالة من الممكن أن تؤدي لوباء أياً كان نوع هذا الوباء؟ بالتأكيد طبعاً الجثث دي مصدر كبير جداً للوباء الجثث المتعفنة الجثث التي تخرج منها بكتيريا شيء مأساوي جداً نتمنى أنه ينتهي إن شاء الله قريباً بأي شكل من الأشكال ولكن للحفاظ على صحة المواطنين للحفاظ على أدميتهم ونشوف طرق برضو زي ما أنت حضرت تفضلت لتوفير تلاجات في حالة إن شاء الله ما يستمرش الوضع أكتر من كده بس نتشوف طريقة نحافظ بها على الجثث للحفاظ على الوضع الصحي العام والمناخ العام اللي ممكن الهوى نفسه تطير فيه الميكروبات والفيروسات وتصيب جميع الفئات اللي موجودة فبالتالي نتكلم في نقطة التعقيم لابد يبقى فيه جراءات تعقيمية للأماكن أول بأول علشان أماكن الجثث وعلشان أماكن الأوبئة اللي ممكن تحصل الفيروسات كتير جدا دلوقتي ده موسم فيروسات فبالتالي ممكن الأطفال تصاب ممكن كبار السن يصابوا النقطة المهمة جدا اللي حابة أتطرق ليها يا جماعة اللي بيقدم مساعداتي أخد باله من الأدوية قياس جدا الأدوية الأمراض المزمنة أدوية الضغط أدوية السكر لأنك مفيش دلوقتي صيدليات صحيح ولا فيه أدوية ولا فيه مساعدات دخلة فنهمني جدا بعد ما دخلت ميا ودخلت غزاء أدخل أدوية أدوية إيه؟ أدوية الأمراض المزمنة أدوية إنسولين أدوية الضغط أدوية الحساسية الأدوية للستات الحوامل والمكملات الغزائية للستات الحوامل ده شيء مهم جدا جدا لازم نركز عليه في المساعدات اللي رايحة غير طبعا المستلزمات الطبية من قطن وشاش والحاجات المطهرات للجروح والخيوط الجراحية كل ده وده طبعا تحت إشراف الهيئات المسؤولة عن المهلال الأحمر والحاجات اللي بتقدم المساعدات تبقى مركزة جدا في أولوياتها ويبقى فيه تواصل ما بين هناك وما بين عندي أقدر أعرف إيه اللي نقص عندي عشان ما بعتش حاجة ممكن يكون هيئة تانية بعتتها وبالتالي هو عنده وفرة في حين أنه عنده نقص في حاجة تاني صحيح تنسيق أكيد حتى أعتقد كمان الملابس مهمة يا دكتور لأنه بالكل تأكيد حتى المساعدين أو المواطنين اللي بيساعدوا يعني على قد ما يقدروا بيبقى حملين لجرحة وشهداء كمان بيبقى مش راجعين بيوتهم أصلا فبالتالي خرجوا فالملابس مهمة الغطاء مهم جدا البطاطين في الفترة اللي جاية دي اللي خدت بالك الجو بالليل بيبقى بارد دي يعني فالخيم والبطاطين مهمة جدا لأن ده شيء مهم جدا لحمايتهم من التعرض لأي أمراض أو بيئة ترجمة نانسي قنقر